عايز حضرتك تكلمنا عن السيرة النبوية ازاي؟ يعني نستلهم منها الأخلاق والسلوكيات اللي ممكن نكون في حاجة لها في هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جل شأن الله أنعم على الوجود بخير موجود صاحب اللواء المعقود والحوض المورود في يوم شاهد ومشهود منحة الرحمن نفحة المنان شفيع الأمة يوم الزحام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد أولا في السيرة النبوية أكبر معلم ومؤدب ومهذب والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ففي حياة كل نبي ورسول العبر والعظات وحينما نأتي أخي الكريم الأستاذ نشأت إلى سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني مؤلف نفيس أنصح أستاذ المشاهدين به فقه السيرة النبوية لفقيه الشام الأستاذ الدكتور محمد سعيد البوطي رحمه الله وللداعية العلامة المصري الأستاذ الشيخ محمد الغزالي السقة فقه السيرة النبوية وأنا أثمن وأحييك في هذا السؤال لأن طبعا مفروض بنخرج بدروس وعظات وعبر لا سيما أن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كيف نقتضي أو يقتضي المشاهدون برسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى بعض سلوكيات أو أحداث أو حوادث العصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنى أمة نحن الآن جماعات مذهبيات طائفيات قوميات عصبيات لكن كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة واحدة فحينما تتفتت الأمة بفعل القوى المخابرتية العالمية والمساد الإسرائيلي الصيوني إلى ما نشاهده الآن جماعة الإخوان فرق السلفية الدواعش الشيعة الإباضية إلى أخره ده تفتيت للكيان الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره به الله سبحانه وتعالى والشيء الثاني أن لنا مسمى واحد يعني الله سبحانه وتعالى قال في صورة البقرة حكاة عن سيدنا إبراهيم بعد أن فرغ وسيدنا إسماعيل عليهما السلام رفع قواعد البيت الحرام وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَقَالَ اللَّهُ فِي صُورَةِ الْحَدَّ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ نعود إلى هذا المسمى لكن حينما نتسمى الآن صوفية، صلفية، شيعة، أشاعرة، مترودية، معتزلة هذا الغاء أو تهوين أو صرف عن الهوية الأصلية فهو سماكم المسلمين إذاً نعود إلى الكيان الإسلامي الكبير أمة نعود إلى المسمى الأصل هو سماكم المسلمين إذا أردنا فعلاً أن نكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد النبوي فضلت الدكتور فيه يقول حلال وفيه ناس بتقول حرام عايزين نوضح للمشاهدين القول الفصل بهذه بالنسبة للاحتفال القضية أولاً حضرتك لغاية سبعينيات القرن الماضي ما كان أحد يتحدث في هذا لأن كان الثقافة الأظهر هي الغالبة ودي الثقافة الصحيحة والأصلية والأصيلة لكن لما ظهر النشاز والشواز من الفكر المتسلف الوهابي هم أرادوا إخفاض آل بيت رسول الله لمصالح سياسية معينة يعني سقف الحرية ما أقدرش تكلم فيها كتير فهم لا يريدون يعني أن الأمة تتعلق انتماءاً أو صبغةً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بآل البيت ولا بالأولياء فبضعتهم مزجاه ليه بقى حضرتك؟ لأن أولاً هم للأسف المتسلفة وما السلفية؟ السلفية كانت حقبة وانتهت المتسلفة هؤلاء الوهابية نسبة إلى محمد بن عبوهاب اللي هو جند الضابط البريطاني هنفر في الخليج العربي من 300 سنة لمصالح بريطانية معينة المهمة هم ما عندهم فقية ما لا يوجد عندهم فقاء لو عندهم فقاء درسوا أصول التشريع الإسلامي ما اكترأوا على ذلك وبالمثال حضرتك اتضح المقال أولاً نحن في الأزهر الشريف ونحن المصريين احنا بنحب النبي والنبي بيحبنا لأن النبي لم يوصي بإكرام شعب إلا الشعب المصري كما تعالى اللي يفتع عليك إما قال ستفتح لكم مصر من بعد فالصوصوا بأهلها خيراً بالزابط الله ينور عليك وأستاذ ناشئة فيحنا بنحب النبي والنبي بيحبنا والنبي بيحبنا